بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات إحنا هنكمل بقية المنهج طبعاً أونلاين هنأخذ موضوع تحليل الارتباط Correlation Analysis إيه هو الارتباط؟ بيدرس هل هناك علاقة بين ظاهراتين ولا لا؟ زي الأجور والأسعار، الدخل والإنفاق، صروف الإعلان والمبيعات وإذا كانت هناك علاقة هل هي طردية ولا عكسية؟ هل هي ضعيفة ولا متوسطة ولا قوية؟ فجي واحد اسمه بيرسون قال لك أنا هوجد لك هل هناك علاقة ولا لا؟ أو إذا كانت هناك علاقة إيه هو شكلها واتجاهها وشدتها بقانون بيقول لي ريه يساوي مجلسين نقصين شرطة في صاد نقصات شرطة على جزر التربيع المجلسين نقصين شرطة تربية في مجلسات نقصات شرطة تربية أو في قانون تاني يقول لي مجسين صاد نقص مجسين مجسات على نون جزر التربيع المجسين تربيع نقص مجسين كل تربيع على نون في مجسات تربيع نقص مجسات كل تربيع على نون سين هي الظاهرة الأولى صاد الظاهرة التانية مثلا ما اديك مصروف الإعلان والمبيعات يبقى مصروف الإعلان هو الظاهرة الأولى والمبيعات الظاهرة التانية سين شرطة الوسط الحسابي لقيم الظاهرة الأولى مجل سين على نون أعرف إنها طبعا صاد شرطة الوسط الحسابي لقيم الظاهرة التانية مجل صاد على نون نون عدد القيم تقول لي عدد قيم سين ولا صاد ما الاثنين لازم يكونوا قد بعض ملاحظات معامل الارتباط لازم يتراوح ما بين الناقص واحد وزايد واحد طبعا إشارة معامل الارتباط طلعت بالموجة بأعلاقة ترضية يعني يزيده مع بعض يقل له مع بعض طلعت سالي بقى علاقة عكسية واحدة بتزيد واحدة بالتالي مع ملاحظة ان معامل الارتباط لو طلع صفر مفيش علاقة أصلا لطردية والعكسية قيمة معامل الارتباط أقل من 5 من 10 العلاقة ضعيفة اللي هي الويك بين 5 من 10 وأقل من 8 من 10 علاقة متوسطة اللي هي مودرت 8 من 10 فأكثر يعني العلاقة قوية يعني strong معامل التحديد coefficient of determination لو مربع معامل الارتباط يعني أعمل معامل الارتباط تضربه في نفسه اللي هيطلع في المية من التغيرات اللي بتحدث في صاد ترجع إلى التغير في سين وأما الباقي فيرجع لعوامل أخرى شكل انتشار الوالسكاتر دياجرام بيحدد شكل العلاقة قبل مبدأ حل لو طلعت النقاط يمين لفوقي بالعلاقة الترضية يعني direct لو طلعت النقاط للشمال اللي فوقي بعكسية أو inverse أو indirect عاوز أختبر معنوية أو جوارية معامل الارتباط الفرض الأصلي ريه صفر بيساوي صفر الفرض البديل ريه صفر لا يساوي صفر من في اللي أنا قلته في الفرض الأصلي إيه هو الريه صفر؟ معامل الارتباط في البيبيوليشن في المجتمع تي سي أو تي سي أو تيه المحسوبة ريه جزر نون نقص 2 على واحد نقص ريه تربية بس خد بالك الريه بتخش هنا مع إهمال إشارة نجلكت دا ساين تيه الجدولية تيه بناخدها اللي هي تقابل نون نقص 2 ودي بتبقى جيفن أو معطى في الخطوة الربعة حقارن بين الخطوة 2 و 3 تيه المحسوبة وتهي الجدولية تي سي والتي تي لو تيه المحسوبة أكبر من الجدولية نرفض الفرض الأصلي ونقبل البديل اللي هو نالهايبوثيس بنرفضه وبنقبل البديل الوالترنتب تيه المحسوبة أقل يبقى نرفض البديل ونقبل الأصلي العكس لو رفضنا الأصلي وقبلنا البديل يبقى العلاقة significan أو جوهرية أو معنوية لو رفضنا البديل وقبلنا الأصل يبقى العلاقة غير جوهرية أو غير معنوية أو not significan ناخد مثال سين وصاد سين أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر وصاد تلاتين سبعة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين وعشرين تلاتة وعشرين وعشرين عاوزين معامل ارتباط بيرسون واختبار معنويته وتيه الجدولية خمسة اتنين خمسة سبعة واحد بالألفة خمسة في مية سين وصاد خليتهم بالطول أجمع السين وجمع الصاد السين تطلع تسعة واربعين الصاد مية خمسة وسبعين نجيب لهم أوصاتهم الحسابية سين شرطة مجي سين على نون تسعة واربعين على السبعة فيها السبعة صاد شرطة مجي صاد على نون مجي مية خمسة وسبعين على سبعة فيها الخمسة وعشرين هنطرح كل قيمة من السين من الوسط الحساب بتاعها من السين شرطة اللوها سبعة أربعنا السبعة سالب تلاتة خمسة نقص سبعة سالب اتنين ستة نقص سبعة سالب واحد سبعة نقص سبعة صفر تمانية نقص سبعة واحد تسعة نقص سبعة اتنين عشر نقص سبعة تلاتة مجموع هذه الخانة لازم يساوي صفر مجسين نقصين شرطة لابد أن يساوي صفر دي خصية وقدين صاد نقصات شرطة يعني صاد نقص خمسة وعشرين تلاتين نقص خمسة وعشرين خمسة دي لأن الصاد شرطة جابينا بخمسة وعشرين 30 نقص 25 ب5 27 نقص 25 ب2 25 نقص 25 صفر 25 نقص 25 صفر 24 نقص 25 صفر سالب 1 23 نقص 25 صفر سالب 2 21 نقص 25 صفر مجموعة هذه الخانة صفر وهو مجساد نقصة شرطة لابد أن يساوي صفر لأن أي مجموعة قيم جبت لهم الوسط الحساب بتاعها وطرحت كل قيمة ناقص الوسط الحسابي وجمعت لو ما طلعش صفر يبقى أنا جبت الوسط الحسابي غلط تعالوا نضرب 10 نقصين شرطة في صد نقصات شرطة سالب 3 في 5 بسالب 15 سالب 2 في 2 بسالب 4 سالب 1 في صفر بصفر صفر في صفر بصفر 1 في سالب 1 بسالب 1 2 في سالب 2 بسالب 4 3 في سالب 4 بسالب 12 مجموعة هذه الخانة نقص 36 يبقى أنا جبت البسط بتاع معامل الارتباط وهو البسط بيقول لي مجسي النقصين شرطة في صد نقصات شرطة ننزل المقام هنحط الجزر التربية بس وإحنا بنطب تعالوا بس محتاجين إيه تحت الجزر التربية سين نقصين شرطة تربية تعالوا نربع الخانة بتاعت سين نقصين شرطة سالب 3 تربية بتسعة سالب 2 تربية باربعة سالب 1 تربية بواحد 0 تربية بصفر 1 تربية بواحد 2 تربية باربعة 3 تربية بتسعة مجموعة هذه الخانة 28 طب الجزء الثاني في المقام تحت الجزر إيه صاد نقصات شرطة تربية تعالى نربع الخانة بتاعتصاد نقصات شرط خمسة تربية بخمسة عشرين اتنين تربية باربعة صفر تربية بصفر صفر تربية بصفر سالب واحد تربية بواحد نقص اتنين تربية باربعة سالب اربعة تربية بستاشر مجموعة هذه الخانة خمسين تعالى نطبق قانون معامل الارتباط مجسين نقصين شرطة فيصاد نقصات شرطة بسالب ستة وتلاتين على الجزر التربيعي المجسين نقصين شرطة تربيع بـ 28 مجسات نقصة شرطة تربيع بـ 50 أنطبق القانون هيطلع سالب 96 من 100 الإشارة سالبة يبقى العلاقة عكسية القيمة 96 من 100 8 من 10 فأكثر يبقى العلاقة قوية نعمل اختبار نعمل اختبار لمعامل الارتباط الفرض الأصلي رهيس 0 يساوي 0 الفرض البديل رهيس 0 لا يساوي 0 بقول بيساوي 0 وبنفي في الخطوة اللي بعدها أو في الفرض البديل اللي هو النال هيباثيس والالترنتب هيباثيس تيه المحسوبة القانون بتاعها ريه جزر نون نقص 2 على واحد نقص ريه تربيع الريه بـ 96 من 100 إيه وعا حد يحط الإشارة توهمة للإشارة نجلكت دا ساين روت الانب 7-2 7-2 على 1 ناقص 96 من 100 بس أربحها هتطلع المهم سبعة وسبعة من عشر تيه الجدولية هاخد إيه التي تقابل تيه سبعة ناقص 2 يعني خمس ما هنا من دهالك دي جيفن اتنين خمسمية واحد وسبعين تعالى نقارن بين تيه المحسوبة وتيه الجدولية في الخطوة الأخيرة المحسوبة طلعت سبعة وسبعة الجدولية اتنين خمسمية واحد وسبعين من ألف المحسوبة أكبر إذا نرفض الفرض الأصلي ونقبل البديل أي أن العلاقة جوهرية أو معنوية مثال تيه السين عشرة تسعة تمانية سبعة ستة والصات تمانية خمسة أربعة اتنين واحد عاوزين شكل الانتشار ومعامل الارتباط بيرسون ومعامل التحديد وتفسير معناه والاختبار بتاع تيه ومدي لك تيه خمسة وتيه أربعة وتيه تلاتة قيم جدولية أنا مديها لك عشان أنت تختار التي تناسب المسألة إيه هي اللي تناسب المسألة اللي هي نون نقص اتنين النون هنا بكام بخمس نقص اتنين تلاتة يبقى احنا ببدئيا هناخد تيه تلاتة اللي هي تلاتة مية اتنين وتمانين من ألف افتكر دي لما نيجي لاختبار تيه الأول اللي عاوزين نرسم شاكل الانتشار ما احنا بنرسم منين؟ من واقع سين وصاد اللي هما الجيفن بيانات اللي المدهالك السين أصغر حاجة ستة وأكبر حاجة عشرة هنمشي ستة سبعة تمانية تسعة عشرة على المحور الأفق الصاد أكبر حاجة تمانية نمشي اتنين اربعة ستة تمانية اللي عاوز يمشي كل واحد صح المهم من أنه نمشي منتظم العشرة في السين كان قدامها صاد تمانية نطلع من عشرة لتمانية نعمل دايرة صغيرة أو اكس التسعة قدامها خمسة التمانية قدامها اربعة السبعة قدامها اتنين الستة قدامها واحد نلاقي النقاط محدش يوصل إن مجرد بشوف الاتجاه الاتجاه يميل لفوق واضح إن العلاقة هتطلع ترضية وهو ده بيعمل لي او بيمؤشر على إن العلاقة هتطلع إيه قبل ما ابدأها مهم بالارتباط بيرسو حطيت السين والصاد جمعت السين اربعين جمعت الصاد عشرين عاوزين نجيب سين شرطة يبقى اربعين على الخمسة فيها التمانية سط شرطة عشرين على الخمسة فيها الاربعة تعال نجيب سين نقصين شرطة يعني سين نقص تمانية الاول عشر نقص تمانية اتنين تسعة نقص تمانية واحد تمانية نقص تمانية صفر سبعة نقص تمانية سالب واحد ستة نقص تمانية سلب اتنين مجموعة هذه الخانة لازم يطلع صفر عرفنا بقى صاد نقصات شرط يعني صاد نقص اربعة تمانية نقص اربعة اربعة خمسة نقص اربعة واحد اربعة نقص اربعة صفر اتنين نقص اربعة سلب اتنين واحد نقص اربعة سلب تلاتة مجموعة هذه الخانة صفر نضربهم في بعض نقصين شرطة افصاد نقصات شرطة اتنين في اربعة تمانية واحد في واحد بواحد سفر في صفر بصفر سلب واحد في سلب اتنين باتنين سلب اتنين في سلب تلتة بستة مجموعة هذه الخانة سبعتاشر هنحط البسط سبعتاشر على الجزر التربيع سين نقصين شرطة تربيع تعالى نربع الخانة بتاعت سين نقصين شرطة اتنين تربيع باربعة واحد تربيع بواحد سفر تربيع بصفر سلب واحد تربيع بواحد سلب اتنين تربيع باربعة بمجموحهم عشرة تعالى نحط في المقام عشر صاد نقصات شرطة تربيع تعال الرب على الخانة بتاعت صاد نقصات شرطة اربعة تربيع بستاشر واحد تربيع بواحد صفر تربيع بصفر نقص اتنين تربيع باربعة نقص تلاتة تربيع بتسعة عدل التلاتة دي خليها اربعة طبعا يعشان مجموحهم يطلع تلاتين اذا هنا هنحط التلاتين في المقام سبعتاشر على جزر تلتمية موجب تمانية تسعي من مية طالما موجب يبقى العلاقة طردية يعني بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض وطالما تمانية من عشرة فاكسر له تمانية وتسعين من مية يبقى العلاقة قوية معامل التحديد ريه تربيع تعالى انربع تمانية وتسعين من مية يعني نضربها في نفسها تطلع ستة وتسعين في المية يعني معناها ايه ستة وتسعين في المية من التغير في صاد يمكن ارجعه الى التغير في سين اما الباقي اربعة في المية فباقية المية في المية يرجع العوامل اخرى. اختبارته. الفرض الاصلي ريه صفر بيساوي صفر والبديل ريه صفر لا تساوي الصفر. تهي المحسوبة. ريه الجزر النون ناقص اتنين على واحد ناقص ريه تربيع. الريه تمانية تسعين من مية. جزر خمسة ناقص اتنين على واحد ناقص تمانية تسعين من مية تربيع يعني تمانية ونص. عاوز بدل تمانية وتسعين من مية تربيع تحط الستة تسعين من مية معامل التحديد اللي احنا جبناه ماشي. تهي جدولية تهي خمسة ناقص اثنين ثلاثة ما احنا ايليين اول ما بدأنا المسألة ان احنا هناخد تهي ثلاثة ثلاثة مية اثنين وتمانين من الف تعال انقارب بين التمانية ونص اللي ياتهي المحسوبة بالثلاثة مية اثنين من الف اللي ياتهي الجدولية نلاقي المحسوبة اكبر يبقى نرفض الفرض الاصلي ونقبل البديل اي ان العلاقة جوهرية او معنوية شوفوا المثال ده شوف بقى البيانات هنا المجامع جاية جاهزة خد بالك عشان هنستخدم بقى القانون التاني في معامل الارتباط في دراسة عن علاقة بين عدد السكانسين والمبيعات صاد من احدى السلع جامعة البيانات من اربعين مدينة عندنا بيانات نون ومجسين ومجسات ومجسين صاد ومجسين تربيع ومجسات تربية هل توجد علاقة ارتباط معنوية شوفوا كلمة علاقة يعني عاوز معامل الارتباط معنوية يعني عاوز اختبر على طول ومديلك تهي الجدولي ريه تساوي هنستخدم القانون بقى التاني لو مجسين صاد بكم بمية اربعة وستين ناقص مجسين اتنين وخمسين في مجسات بمية وعشرين على نون باربعين على الجزر التربيعي اللي قصين شبه بعض بالزبط بس واحد لسين واحد لساط مجسين تربيع ستة وتمانين ناقص مجسين اتنين وخمسين كل تربيع على نون باربعين في مجسات تربيع تلتمية وتمانين ناقص مجسات اللي مية وعشرين بس نرباحها ونقسم على نون باربعين فحيطلع اتنين واربعين من مية بالموجب طالما موجب يبقى علاقة ترضية واثنين واربعين من مية يعني خمسة من عشرة فاقل يبقى معناها او اقل من خمسة من عشرة يعني معناها العلاقة ضعيفة ثم نعمل لها اختبار اه دي في نجيب طبعا الفرض الاصلي والفرض البديل ما فيش كلام ريه صفر بتساوي صفر ريه صفر لا تساوي ريه صفر لا تساوي صفر تهي المحسوبة اه ريه باتنين واربعين من مية والنوم باربعين اه عوضنا في القانون بتاعها وطلعنا تهي الجدولية المحسوبة طلعت اثنين خمسة وتمانين من مية اه تهي الجدولية انا مدهالك باثنين واثنين من مية تعالى بعد كده نشوف مين اللي اكبر نلاقي المحسوبة اكبر من تهي الجدولية نرفض الفرض الاصلي ونقبل البديل يعني العلاقة جوهرية او معنوية ثم دي تمارين عشان تطمر احنا خدنا معامل ارتباط بيرسون في عالم تاني جي بقى اقل لك معامل ارتباط سبيرمن للرتب بقى واحد ناقص ستة مجي فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد الفيه دي ليه الفرق بين رتب سين ورتب صاد لان انا مش هشتغل بسين وصاد دول انا هعمل لهم رتب او ترتيب برتب سين وصاد تصاعديا يعني بحيث اقل قيمة تاخد واحد والاكبر اتنين وهكذا او تنازليا على فكرة يا تصاعدي يا تنازلي معامل ارتباط بيرسون امتى اسبيرمن امتى يستخدم لو ما يطلب صراحة او لقيت ان قيم سين وصاد وصفية او ترتيبية حوريك يعني ايه وصفية ويعني ايه ترتيبية عينة عندي مثال عينة من خمس افراد بيانات الطول والعمر لهم الطول 172-162-173-168 العمر 22-21-22-25-27 عاوزين معامل ارتباط الرتب لسبيرمن انا محدد اهو يبقى انا لازم اعمل سين وصاد احمل لهم احولهم الى رتب اصغر قيمة في سين 162 تاخد واحد اللي اكبر منها 168 تاخد اتنين اللي اكبر 170 بس مكرارة مرتين تاخد 3 واربعة يقولك لا يعمل لهم متوسط يبقى 3 زائد 4 اللي 2 3 ونص 3 ونص يبقى 103 وتمين تاخد كم تاخد 5 رتب صاد اقل قيمة في صاد 21 تاخد واحد 22 متكرارة مرتين المفروض تاخد اتنين وثلاثة لا اقل قيمة في صادق اعمل لهم متوسط اتنين زائد 3 على الاتنين اتنين ونص اتنين ونص اتنين ونص ثم 25 تاخد اربعة 27 تاخد خمسة فيه بقى الفرق بالروتبسين وروتب صاد تعالوا نطرح رتبسين نقص رتب صاد ثلاثة ونص نص اتنين ونص واحد واحد نقص واحد صفر ثلاثة ونص نص اتنين ونص واحد خمسة نقص اربعة واحد اتنين نقص خمسة سالب تلاتة الخانة دي لو ما تلعدش صفر يبقى انت حطيت رتب غلط فيه تربية واحد تربية بواحد صفر تربية بصفر واحد تربية بواحد واحد تربية بواحد سالب تلاتة تربية بتسعة مجموع الخانة دي اتناشر تعال انطبق قانون واحد ناقص ستة مجي فيه تربية على نون في نون تربية ناقص واحد يعني واحد ناقص ستة واحد سابت والستة سابتة مجي فيه تربية لسه جاي بينها باثناشر على نون عددهم خمسة طب هربع ان الخمسة تبقى خمسة وعشرين ناقص واحد هعوض في القانون فهتطلع أربعة من عشر مساء التاني بقى بص دي البيانات الوصفية هي بقى اخذت عينة من سبع أفراد وكانت بيانات تقديراتهم مديك الإحصى ومديك المحاسب اوجد معامل ارتباط مناسب اها مش محتاجة اقول لك ان ده سبيرمان لان سبيرمان الوحيد اللي بيتعامل مع البيانات الوصفية يعني ايه وصفية؟ يعني بيانات مش مش في شكل أرقاب في شكل تقديرات هاي زين الهواز امتياز جيم جيم يعني جيد جدا جيم يعني جيد ميم مقبول جيم جيم وجيم وزين ضعيف ضد ضعيف ضد جيم يعني ضعيف جدا ميم مقبول ضعيف جدا جيد مقبول مقبول يبقى احنا هنا هل رتب التقديرات واحنا عارفين اقل تقدير ايه ضعيف جدا ثم ضعيف ثم مقبول ثم جيد ثم جيد جدا ثم امتياز عاوز ترتب العكس انا موافق بس اللي هتعمله لسين تعمله لصاد ماينفعش واحدة ترتبها تساعدي واحدة تنازلي لا لازم تسبت المعيار روتابسين تعال الرتب من الصغير الكبير اقل تقدير مقبول ياخد واحد جيد مقرارة مرتين تاخد اتنين وتلاتة نعمل له متوسط يبقى اتنين زيال تلاتة على اتنين اتنين ونص اتنين ونص جيد جدا مقرارة مرتين تاخد اربعة وخمسة يبقى اربعة ونص اربعة ونص امتياز مقرارة مرتين ستة وسبعة تاخد ستة ونص ستة ونص الصغط اقل تقدير ضد جيم بس مقرارة مرتين واحد واثنين تبقى واحد ونص واحد ونص ثم الضاد تاخد تلاتة المقبول اربعة وخمسة وستة هنجمحه ونقسم على التلاتة مش على الاتنين لان احنا بنجيب لهم متوسط يبقى خمسة 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 الجيد تاخد سبعة لاننا وقفت عند الستة روتب سين نقص روتب صد عشان نجيب الفيه ستة ونص نقص تلاتة تلاتة ونص أربعة ونص نقص واحد ونص تلاتة اتنين ونص نقص خمسة نقص اتنين ونص واحد نقص واحد ونص سالب نص أربعة ونص نقص سبعة سالب اتنين ونص اتنين ونص نقص خمسة سالب اتنين ونص ستة ونص نقص خمسة واحد ونص لو جمعنا الخانة دي لازم تطلع صفر إلا يبقى أنت حطيت روتب غلط طيب تعال نجيب الفيه تربيه 3.5 تربيع 12 25% 3 تربيع 9 سالب 2.5 6 25% سالب 2.5 25% سالب 2.5 6 25% سالب 2.5 6 25% 1.5 25% مجموع هذه الخانة 42.5 تعال نطبق قانون 1 ناقص 6 فيه مجيب فيه تربيع لسه مطلعينها 42.5 النون عددهم 7 7 تقديراتهم في سين وصاد والنون تربيع بتسعة واربعين ناقص 1 الواحد ده سابت وال6 تسابت والناقص 1 اللي تحت سابت كل ده سابت هتطلع 24 من 100 اهه ايه الجديد بقى في المسألة دي ان انا مدي لك الترتيب جاهز المدينة الاولى يعطي الجديد ترتيب سبع شركات يعني ترتيب المدينة الاولى وترتيب المدينة التانية يبقى انا مش محتاج هنا اعمل رتب انا انا بنقل الرتب اللي مديهالك وبعدين انا مجرد بعمل فيه وفيه تربيع فقط دي سهل قوي واحد ناقص 2 سالب واحد اتنين ناقص خمسة سالب ثلاثة ثلاثة ناقص واحد اتنين اربعة ناقص ثلاثة واحد خمسة ناقص اربعة واحد ستة ناقص سبعة سالب واحد سبعة ناقص ستة واحد لازم تطلع صفر فيه تربيع السالب واحد تربيع بواحد السالب ثلاثة تربيع بتسعة اتنين تربيع باربعة واحد تربيع بواحد واحد تربيع بواحد سالب واحد تربيع بواحد واحد تربيع بواحد مجموع هذي الخانة 18 تعال انطبق القانون واحد ناقص ستة مجرد فيه تربيع شهادة وكتب 18 النون عددهم سبعة في نون تربيعي بقى 49 الناقص واحد دي سبتة تطلع 68 من 100 ودي تمارين على الجزء اللي فات شكرا لحسن